اغتصاب ثم اجبار بالاقرار على زواج خارج المحكمة باطنه غير شرعي بسبب الاكراه على القبول اسراء طفلة عمورها لا يتجاوز الاثني عشر عاما والدها اخذها من دار طليقته بالاجبار دون موافقة والدتها ادخلها غرفة مظلمة لتغتصب ثم وجهها لرجل دين بغية الخلاص من جريمة ارتكبها بحق ابنته ما اجوب سيارة واخذها يعني لبنية ومن عرفة قلت يجوز جاي اخذها عادي طبيعي الموضوع مرحة اريد اجيب الطفلة للمدرستها تيدزون اشعارات انه لازم الدعوهم امتنع عن السلام الطفلة وقطعوا كل الاتصالات لحد ما اجتني رسالة من الطفلة تجينا تنقذيني تاخذيني بالقانون تجيبيني الشرطة وهي رسالة مثبتة بالدعاوي الام كانت خارج المنزل اجي الاب اختطفهم هاي اول جريمة لان المفروض بموافقة امهم ياخذهم مكتفة بهذا الشي راد يخلي الام امام الامر الواقع قام الاب بتزويجها بلا عقد ولا شي شرعي ولا قانوني اذا يعتبر اختصاب لان هي طفلة ما الها رأي والطفلة من حتينا وياها قالت بابا دخلني بغرفة النوم مالته والعملية تمت هناك بعدين من شاف الام داد داعي بحقوقها الاب قام سوالها عقد خارج المحكمة يعني عقد سيد من رحنا للسيد قلنا لشون سويت لها عقد وهي عمرها اثناء السنة قال والله اني الطفلة جابوا ليها من الزوجة القضاء العراقي صارم بقوانينه فهو لا يزوج فتاة دون سنها القانوني لكن وبطريقة ما حاول الاب التحيل على القانون واحراجه لتوثيق الزواج بغية اخراج المغتصب من العقاب هذه القضية 12 سنة هي خارج اطغر القانون بس الاب اللي هو غير متزن هو جايد يريد يفرضها على المحكمة على اساس انه حصل اختصاب قبل الزواج فيريدون يلجأون للفقرة 398 بقانون العقوبات اللي تقضي بافلات المغتصب من العقوبة فيما لو تزوج الضحية هي طفلة عمرها 12 سنة ابوها حيزوجها بالإكراه وبالإجبار الاسباب شخصية ومصالح شخصية القاضي المغتص أعطى فرصة وفترة زمنية لوالدة اسراء بغية اثبات حالة الاغتصاب ما قبل العقد الخارجي وهو ما أقر به العاقد شرعيا فبحسب أقواله أنه عقد لها بعدما اغتصبت وكان قبولها إكراها لا رضا فيه من بغداد محمد فراس قناة التغيير